كان اليهود دائما ما يفتخرون بالانتساب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسحاق عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام كان هؤلاء اليهود يظنون أن هذا يكفيهم وليس هناك داع للعمل والإيمان ولكن الحقيقة أن تلك الأمة العظيمة قد خلت ومضت لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر كما أن لكم ما كسبتم من خير وعليكم ما اكتسبتم من شر لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم فإياكم وأن تختروا بالانتساب لهم فالعبر في الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة وطاعته واتباع رسله فخير لكم أن تصلحوا أعمالكم وتتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخلوا في ملته وفي الإسلام فجميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام فدعوت جميع الأنبياء تتفق في أسول الدين كالتوحيد وعبودية الله والإيمان بالبعث والحساب والحث على مكارم الأخلاق ولكن الله لحكمة جعل هناك اختلاف بين الأمم في الشريعة والمنهاج وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام كمنهاج وشريعة دين رحمة وحب وسلام دين رحمة وحب وسلام